بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم أهلا بكم مع مدخل إلى التربيه الخاصة عنكم المحاضراتنا إن شاء الله نبدأ اليوم بموضوع مهم جدا وهو الفرق ما بين المرض والإعاقة هل في فرق ما بين المرض والإعاقة؟ نعم في فرق ما بين المرض والإعاقة كثير من الأبحاث تكلمت على نقطة إن المرض دائما له علاج معظم الأمراض مش هنقول كل الأمراض لكن معظم الأمراض لها تدخل طبي بها جانب من جوانب الطب والتعامل مع المرض علاج دواء مستشفى الأشياء دي ولكن الإعاقة ببعا عن حالة حالة في معظم الأحيان ليس لها علاج يعني لو جينا تكلمنا على حالة الدواء مثلا في العاقة العقلية الناس المنغولي طبعا عارفينهم كلك يا شباب المنغولي ده أنا لو ديت له علاج هل يشفى من المنغولية؟ نعم طبعا الإعاقة حالة حالة يعني فأحيان كثير جدا العلاج ليس له تأثير على الشفاء أو الابتعاد عن هذه الحالة وهكذا طيب عشان بقى ندخل في حاجة مهمة بالنسبة لنا إن شاء الله هي الوقاية هي إيه الوقاية؟ الوقاية بقى عن مجموعة من الإجواءات والخدمات المقصودة والمنظمة وأنا عايز ناخد بالنا من كلمة إيه؟ منظمة ومقصودة يعني الخدمات الخاصة بالوقاية خدمات منظمة لها نظام ولها أسلوب معين وخطوات تهدف إلى الحالولة دون الأقلال الحالولة أو الأقلال من حدوث الخلق يبقى الوقاية دي بتعمل إيه؟ بتمنع حدوث خلل أو قصود مؤدي إلى عجز عجز فين؟ في الوظائف الفيسيولوجية أو السيكولوجية يبقى كمان إحنا بنمنع العجز في الوظائف الفيسيولوجية أو السيكولوجية ده خاص بإيه؟ بالوقاية طيب إحنا كده لو هنمنع يبقى مش هيكون فيه عاقة يبقى هنعمل حد تقليل من الأثار السلبية المترتبة لحالات العكس يبقى الأول الوقاية لها شكل وهو شكل إن هي بتمنع أو بتقلل بتمنع أو بتقلل من حدوث الخلق أو المؤدي إلى إيه؟ إلى عجز في الوظائف الفيسيولوجية أو السيكولوجية طيب إيه كمان؟ لو بقى لقد الله أصيب حد بموضوع العجز ده لا الوقاية بقى تعمل إيه؟ تحدي من الأثار السلبية المترتبة لحالات العكس بهدف إتاحة الفرصة للفرض لكي يحقق أقصر درجة ممكنة من التفاعل الفعال أو المسمى مع إيه؟ بيئته طيب الوقاية لها مستويات؟ آه عندنا الوقاية لها ثلاث مستويات المستوي الأول من الوقاية وهو يهدف لإزالة العوامل التي تتسبب في حدوث الإعاقة يعني إحنا عندنا عوامل بتأدي إلى الإعاقة؟ لا المستوي الأول إن إحنا بقى إيه؟ نمنع الإعاقة ريه بتتضمن إجواءات صحية واجتماعية قد تحسين نعمل مثلاً تحسين للأزواج أو للأمهات وهكذا التغلب على الفقر طبعاً تغلب على الفقر لإن سوق التغذية والفقر بيزيد من حالات العاقة ولو إحنا عالمياً نظرنا إلى العاقة نلاقي إن 80% من المعاقين موجودين في الدول النمية والدول إيه؟ الفقرية طيب الوقاية في المستويات الثانية تتضمن الإجواءات المتخذة للكشف عن الإصابة والتدخل المبك لو حاجت يا سيد بقى إصابة يبقى إحنا بقى هنعمل إجواءات ونتدخل مبكراً للحد من المضاعفات النتيجة عن الإعاقة هو ده المستوى الثاني فيه إعاقة بس إحنا بنتدخل عشان نقل للمضاعفات النتيجة عن الإعاقة طيب الوقاية في المستوى الثالث التقليل من أثار السلبية المترتبة على حالة الكسور والعجز والتخفيف من حداتها ومانع مضاعفاتها إحنا برضو بنتعامل في المستوى الثالث إن إحنا برضو نقلل الأثار السلبية حتى لو كانت موجودة نقللها ونحاول إن إحنا إيه نتعامل معها ونخفف من حدتها وكمان ما يعني نمنع زيادتها أو شغلها ترجمة نانسي قنقر